بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهمية وعلى آله وصحبه جميعين أهلا بكم معي أولادي حبتدي معاكم جزء السيركيولاتوري سيستيم أو الكارديو فاسكولر سيستيم أنا حبتدي معاكم في الفاسكولر وبعض الزملاء الأفاضل حيبتدوا معاكم في الكاردياك مصر معاكم الدكتور خالد المسلمي أستاذ الهستولجي وده الموقع بتاعي على اليوتيوب وده الواتس بتاعي 01227419305 ده موقع اليوتيوب هنا هتلاقي المحاضرة اللي أنا شرحها لك على الباوربوينت موجود هناك بطارية الشرح على الصبورة بديتيلز أكتر لو أنت عايز تسمع ديتيلز أكتر لكن هتلاقي هي نفس للمواضيع لكن بصورة تانية لمين يحب نوع تاني من أنواع الشرح السيلكولاتور سيستم بيهمنا في الطب طبعا نتيجة الأمراض الوراثية أو أمراض التي تصيب الأوعية الدموية زي الضغط زي ارتفاع الكوليسترول في الأوعية الدموية وزي أمراض القلب فأنت مش هتستغنى على الشابتر ده معاك طول حياتك فلما يجي لك المندوب الأدوية ويقول لك الدواء ده بيشتغل على الطبقة الفلانية من الأوعيات الدموية بأنت فاهم مش متنح مش شايف نفسك أوريينتد وتقول له آآ آآ وأنت مش فاهم حاجة لأ لازم تبقى فاهم يعني إيه آآ اندوسيليم يعني إيه سموس ماصلز يعني إيه آآ كل دي حاجات صحيح إنت آآ في الوقت الحالي آآ بتقول يعني إيه فايدة الهيستولوجي آآ لا هو ليه فايدة كبيرة جدا بدليل إنه سموه من البيزيك ساينس يعني آآ العلوم الأساسية للطب بيدونه مفيش بناء برج عالي ولا أستاذ جامعين إحنا هنا هنتكلم في الشابتر ده على جزئين جزء هتكلم عليه زملاتي اللي هو الهارت عن طريق الكاردك ماسلز أنا هتكلم من الهارت على البلاد فيزلز ويه الكابيلرز آآ كلمتين بسرعة كده على الهارت هو ماسكولر أورجنز عضو عضلي بيتكوما من تو أتريم اتنين أزين أند تو فينتريكل اتنين بوطينز الوقت بتاع الهارت بتكوما من ثلاثة ليارز من جوه آآ سوري من بره وأنا داخل على جوه ألاقي طبقة الابي كارديام دي أوتر موست لير أبارع عن شوهات كونيكتف تيشو ومايو كارديام اللي هي كاردياك ماسلز هتلاقيها في الطبقة الوسطانية وجوه آآ ملامس للبلد اللي هي الطبقة الداخلية بسامها اندوسيليام أو ساب اندوسيليا لير ده الجدار بتاع الهارت زي ما احنا شايفين انا ببتدي من جوه ده اللي هو الاندو كارديام ادي الكاردياك ماسلز وقادي الطبقات الخارجية انا مش موضوع موضوع ده هتلاقوه مع دكاترة هتشرح معاكل لكن النهاردة انا هتكلم على البلد فيزلز البلد فيزلز هم تلاتة الله ايه بقى كلمة تلاتة اخد الكلمة مني دي واحفظها في الشابتر ده انا هنا في الشابتر ده بتكلم على سلسية سمعت انت على سلسيات نجيب محفوظ سلسيات نجيب محفوظ اصر الشوء والسكرية ده روايات جميلة جدا مسلية جدا من الروايات اللي ممكن تقراها ممكن تشوفها كفيلم لكن انا هنا بتكلم لك على فيلم الهيستولوجي بيتكوم من ثلاث سلسيات اللي هي ارترز دي اول سلسية هتقابلنا اللي هي الاوردة وفينز اللي هي اسف الشرايين وبعدين الفينز اللي هي الاوردة والبلد كابيلرز الشعيرات الدمعية اهلا هنتكلم على كل واحد منهم ادي اللي قدامي ده صورة او لقاء بين ارتري والقاء بين فين عن طريق ادي الارتري وادي الفين وادي الكابيلرز ده اللي احنا هتكلم على الصورة اللي قدامنا دي تعالى نتكلم عليها ايه جينر الستركشور اوفز بلود فيزيلز دي مهمة او 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 لازم نعرفها اه بيتكوم من ثلاثية تانية. تركبته. حاجة بسميها تيونيكل انتما. تيونيكل يعني طبقة ليير. طبقة ليير. لا تيونكا انتما يعني طبقة. طب والانتيما جاية من council يعني داخلية يبقى هي الطبقة الداخلية. طب الطبقة الوسطانية تيونيكل ميديا Um дел leyer تبقة اللي هي من برا او موجودة خارجية بسميكا ادفنتيشيا كان اول سلسية عندي ان فيه ثاني سلسية الول بتاع يتكون من تلات طبقات تلاتة تيونيكا تيونيكا انتما الطبقة الداخلية تيونيكا ميديا الطبقة الوسطانية تيونيكا ادفنتيشيا الطبقة الخارجية ايه دي صورة ايه دي وعاء دموي هنا الدم ماشي هنا الخطوط دي هي التقاء بين خلايا الاندوسيليم سيمبل اسكويموس دي من بطان الاوعاء الدموية عليها طبقة خارجية اهي يليها طبقة من برة هنا شوية مصل والطبقة الخارجية تعالى نعرف مع بعض تيونيكا انتما دي بقى تالت سلسية تيونيكا انتما تتكاو من تلات حاجات اندوسيليم هو سيمبل اسكويموس ايبسيليم ده اللي ملامس للبلد طبعا عايزوا ليه سيمبل اسكويموس ليه ربنا خلقوا سيمبل اسكويموس ما خلقوش كيو بويدا ليه ما خلقوش كيو كولامينار ليه ما خلقوش استراتيفايد ليه لان احنا اخدنا في الابيثيليم ان الطبقة ديت بتديني سموس سيرفيس يعني سطح ناعم اند ثن سيرفيس وسطح رفيع طبعا عايزوا ليه السطح الناعم يمنع تجلط الدم والسطح الرفيع يساعد على الديفيوجن من خلاله وانتقال من الاوعية دموية النيتريشن ومن التشو ينتقل لها الويست برودكت يبقى الاندوسيليم دي اول طبقة ملامسة للبلد تليها تاني طبقة يعني الطبقة تحت الابيثيليم تحت الاندوسيليم هي عبارة عن شوية الاندوسيليم طيب الطبقة اللي تليها وان خارج لبرا internal elastic lamina internal يعني داخلية elastic يعني جاء من الاستيك طبقة الاستية lamina يعني طبقة او صفيحة بتكوّم من الاستين ايه هو الاستين مادة من الكونكتف تشو فيها خاصية الاستيك يعني انها stretch وكان ترجع تاني تسمعها ترجع recoil تاني يبقى دا الاندوسيليم sub-اندوسيليم internal elastic lamina هنا اهي الاندوسيليم اهو simple squamous ماشي بطبقة جاي من برا البيزا اللامنة اللي قاعدة عليها الاندوسيليم الاتنين دول مع بعض بسميها internal elastic lamina اهي صفيحة وفيها بورس عشان تساعد على الديفيوجن يبقى دول الثلاث طبقات بتوعنا ابيسيليم وصاب بيزا اللامنة وتحتها شوى الكونكتف تشو وبعدين الاندوسيليم الاندوسيليم طيب تعالى تيونيكا ميدي سولاسية تانية ايه هما ثلاث سولاسيات middle code circular smooth muscle شوية smooth muscle قاعدة بطريقة circular دائرية تاني c فيها كونكتف تشو تالت حاجة external elastic lamina يعني ابص الاقيها شايف الخطوط اللي هي متعرويجة دي ده elastic fibers طيب السموس مصر اللي هي اللونها احمر موجودة في النص اللي لها النيوكلس بتاعت كونكتف تشو بيبقى in between يبقى الميدل code تلات حاجات circular كونكتف elastic lamina طيب اخر طبقة اللي هي الخارجية كونكتف تشو collagen elastic fiber تلات حاجات كونكتف تشو وفيه cells و fibers منهم collagen fiber و elastic fibers يبقى ده السلاسية بتاعتنا تعالى نرجع تاني للسلاسية بتاعتنا عن طريق اهمية هزي الطبقات يبقى اول طبقة كانت فيها ال endothelium بتديني smooth service to avoid blood clotting ما فيش تجلط للدم في elastic fibers بتساعد على expansion extension اثناء cardiac systole في البمب بتاعت ال heart وتمنع الاوكولوجن بتاع ان الاوعية ده ما تتقفلش اثناء relaxation of the heart collagen fiber بيعمل prevent over expansion and limit shortening of the blood vessels if cut يعني ايه انا دلوقتي لو ماسك استك شده شوية وبعدين اقطعه تبص تلاقي الحرفين بتاع الاستك بتاعته بسرعة عن بعض طب انا لما اجي بقى اعايز اعمل لها repair هشد الطرف ده مع الطرف ده واخياتهم مع بعض لا ما ينفعش فالله سبحانه وتعالى مش عايز لما تيجي يتقطع الاستك ده انهم الايجيس بتاعته تبعد عن بعض لا يبقى قريبين من بعض فمين بقى اللي بيساعد على اه ارب الايجيس بتاعت البلاد فيزلز اذا اقطعت الكنلاجين fibers اللي هو موجود اخر حاجة اللي هي smooth muscle اه contraction بتاعها مع relaxation بيساعد على البلاد flow ويساعد على البلاد pressure يبقى تلات اول حاجة في السلسية tunica intima tunica media tunica adventitia وكل واحدة منهم تتكون من السلسية وعرفنا function significance الموضوع ده مهم قوي اه فيه blood supply للblood vessels انا هنا blood supply للblood vessels بسمو blood vessels بالdiffusion لكن انا عندي large blood vessels اللي هو medium و large طيب اه الطبقة الداخلية القريبة من البلاد اللي ماشي فيها هتاخد nutrition منها لكن الطبقة الخارجية اللي هي نص tunica media والادفنتيش عايزة او عيه دموية رفياة اوي تيجي تعمل لها supply بسميها vaza vazura من الارتريز فيه large elastic arteres medium size arteres وفيه specialized medium size arteres دول اللي هنتكلم منهم علينا من التلاتة دول large elastic arteres زي الورط الورط بتاعه very sick برضو فيه ثلاث طبقات tunica intima tunica media tunica advantage ايه tunica intima endoselia loose connective thin elastic lamina طب tunica media بقى هل زيها زي tunica media لأي blood vessels قال لك لا ده هو لازم تبقى تخين وعندها خاصية الالاستيستي عشان ليه قريبة من الهارد فحت تتلقى السيستول والديستول بتاع الهارد بقوة كبيرة عشان كده ربنا حطيلي فيها حاجة بسميها sheets شوف sheets يعني زي طبقات الورقة بتاعة الكتاب كده ورقة فوق ورقة طبقة فوق طبقة من الالاستين وفينستريت يعني فيها فتحات طب الفتحات ليه علشان تساعد على وانتقال الاوعيات انتقال فيها فيها شوية سموس مصل وفيها الاستيك لامنة يبقى ايه الزيادة عندي اللي هي فينستريت بتاعها بالفازة فبنلاقيها بالمنظر ده عندنا الميديم سازلات اللي احنا لسه يلينا عليه من شوية اللي هي موسكورال ارتري الول بتاعها تكاوم من تونيكا انتما اندوسيليا صب اندوسيليا كونيكتف تشو فينستريت انتيرنا لامنة تونيكا ميديا سموس مصل الاصل 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 اللي احنا قلناهم في الاول في حاجة اسمها ميديم سازلات يعني ميديم سازلات بس لها كاراكتر حسب المكان واحد اسمه بازلر واحد اسمه كوروناري واحد لكن احنا هنتكلم عن البازلر بازلر ده فين في البرين مكانه فين في البرين بي بي ده سابلاي للبرين طيب الله سبحانه وتعالى قالك ان البرين ده انا هحفظه في السكال اللي هي البون بون اهو لو انت حطيت صبعة كده ضربت على رأسك في بون تحتها في البرين تشو صوفت بينهم ماشي البازلر ارترس ده واحد من الاوعية الدموية اللي هي بتعمل سابلاي للبرين فاذا بيلتقي لها السطح هارد وتحتها صوفت تشو وعشان الله سبحانه وتعالى يحمي الاوعية الدموية دي منها تحصل لها رابتشار انفجار لما الواحد مننا ضغطه يزيد نتيجة غضب نتيجة اكشن نتيجة زيادة ل покуп فالبمنب بتاع الهرط بيزيد او فما حصلش رابتشار فربنا حطSound حاجة اه في الجدار بص معايا هنا اهو الاندوسيليم اهو تحتية كونيك تفتشوا. بص بقى لالاكسترنال الاستيك انترنال الاستيك لامنا تتميز انها ثيك. انترنال الاستيك لامنا ثيك. تلات طبعات دول مع بعض هما التيونيكا انتيما اندوسيليم ثيك انترنال الاستيك لامنا طيب التونيكا ميديا ثن فيها سموس ما انك تفتشو. تيونيكا ادفنتيشيا تخينة. وفيها بلاط فيزل. فارجع تاني كده يبه هي تتميز بان اليوم بتاعها وايد. اليوم اهو كبير. يعني الارتر العادي. ده ارتر عادي اهو. شايف هنا اليوم النارو لكن في البازلر وايد. اه الاستكلامي شايف هنا الاستكلام هنا فيري ثن رفايع قوي لكن هنا شايف تخينها هي ومد واضحة لها بوضوح لما اخدها قطاع اهي انترنال الاستكلامياتي. يبه ده البازل اقترب. كوروناري سابلاي للهارت. يبه اذا هو هلاقيه موجود بين الكاردريك ماسلز او السطح التاع الكاردريك ماسل وحيتلقى بامب وحركة مع الهارت فربنا سبحانه وتعالى هحطيلي فيه شوية كاراكترز ان الصب الانديوثيليا يعني تحت الابيسيليام هحطيلي شوية تسموس مصل تحت الانديوثيليام على طول شوية تسموس مصل بس اعدة ازاي مش سيركولر مش دائرية لا قاعدة بالطول. طب هي ليه لونج تيو دينال? عشان تتشتغل كدعامة للكوروناري ارتري. بحيث انه لما يحصل فيه سيستول او دايستول ما تضغطش على الكوروناري ارتري فمنع البلد سابلاي للكاردريك ماسل. اه فيها التلاتة الاستكلامياتي. انا كنت عارف اللي قابليها فيه واحدة انترنال وفيه واحدة اكسترنال لا هنا بحط واحدة ميدل بزود ميدل الامينة. الامبرايك الارتري ده موجود في الحبل السوري. انا هنا واخد قطاع في الحبل السوري. تو ارتريز هوم اند وان فين. هنا لو بسيت الارتريز والفينز محاط بالمنطقة اللي انا ماشي عليها دي عبارة اسمه موكويد كونكتف تشو. موكويد عامل زي الجيلي كده. حتى الراجل العالم اتشف اسمه ويرتونز في سماعة جيلي هو مادة جيلاتينية من الميوكوز كونكتف تشو. والارتري هنا بقى يتميز اذا ما فوش انترنال الاستيك لامنا لانه ما بشتغلش كارتري بشتغل كافية. التونيكاميديا اه فيها اه تلاتة ليرز من السموث المسل اللي هي انر والونج تيودينال واوطر سيركولار يبقى انر اه سوري اه فيها اتنين طيفز من السموث مسل طبقة داخلية وطبقة اه خارجية طبقة الداخلية الملامسة لناحية التونيكا انتما لونج تيودينال طب والخارجية سيركولار طب انا عايز لليه لونج تيودينال لسه ايه لك من شوية انها بتشتغل كدعامة فما فمع حركة البيبي لما ييجي يضغط برجليه كده عليها ما يتقفلش اللي يعمل سابورت ويمنع افلان الانبلايكا الكورد اللونج تيوديناتونيكا ادفينتيشا كون ميكويت كونيكتف تيشو اللي هو موجود لهم طيب احنا كده اتكلمنا على الارتريز والاستراكشار بتاعها هتكلم هنا على الفينز بس عن طريق تكم باريزون بين الارتري والفين هنا عندي قطاع بين الارتري ميديام سازة ارتي وقطاعا بص معايا هنا ادي تيونيكا ميديا اندوسيليم تحتي كونيكتف تيشو انترنال الاستيكلم تيونيكا ميديا دي تيونيكا انتما قاسف تيونيكا انتما اندوسيليم ساب اندوسيليم انترن الاستيكلم انزل تحت كده لايه الطبقة الوسطانية اللي هي ااا تيونيكا ميديا calculate سموس مصل اهي وااا ويه لاستيك فيبرز ويكونكتف تيشو فيبرز ام بتوين ودي اكسترنال الاستيكلم اكسترنال الاستيكلم ااااااا من ناحية تانية دي تيونيكا او laminan ااااا ااااا من ناحية تانية دي تيونيكا ادفينتيشة رف ماى تيونيكا ادفينتيشة وفيها فازورم اهو موجودde عندنا لها تعالها بقى ليه الفين الفين بقى اليوم بتاع الفين نرو لكن اليوم بتاع الفين ويد الول جدار بتاع الارتري لكن نشوفه dehé لكن الول بتاع الفين thin تعالها بقى من ناحية الهستولوجي أندوسيليا ساب اендوسيلي كونيكتف تشو? هنا بقى كان فيه انترانل للاستكلام أنا ما عنديش انترانل للاستكلام هنا ناو انترانل اللاستكلام ناو في الفينز ما فيش انترانل لاستكلام. اخش على تيونيكا ميديا شاف تخينها ازاي? في الارتري. لكن في الفين رفيع اهي. فيها هنا سموس ماصل. هنا برضو سموس ماصل. هنا فيها ماليانة الاستك فيبر. هنا قليلة او في الاستك فيبر ممكن ابسط تعال شوف تيونيكا ادفينتيشا في الارتري تخينة رفيعة لكن هنا في الفين ثيك ثيك تيونيكا ادفينتيشيا وطبعا في الفازا فازورام طب هل الفازا فازورام هنا بقى حتة تكة كده الصغيرة الفازا فازورام هنا بقى بيمتد وممكن يمشي في الفين في الميديا ويمشي في الفين من ناحية الادفينتيشيا واحد يقول لي ليه برافو عليك انا سمعك وسمعك بتقول لي ان البلد اللي ماشي في الفين مفيوش اكسوجين فمش هيععمل سابلاي زي البلد اللي ماشي فيه الارتري فممكن يعمل سابلاي للامر لير هنا وللميدي اللير بتاعت التونيكا لكن هنا مفيش نيوتريشن فيش اكسوجين يبتدي ابتدي انا عايز حاجة اقتمدها بالبلد فانا بحط فيها الفازفازورا بنسبة كبيرة او تعالى بقى الاخر حاجة نتكلم عنها هي الكابيلرز اللي هي الشعيرات الدموية اللي هي بتعمل الكنيكشن بين الارترز والفين وفي نفس الوقت التي من خلالها بيحصل الديفيوجن للنيوتريشن والويست برودكت هو فيري نيومرز مليا بلاج اسمي ديليكت رفاية ضعيفة أناستموزنج مطلاقية تيوبز أنابيب الحجم بتاعها اي انبوه منها تروح من 7 الى 9 مايكرون في الدعمة اللي بتاعتها يعني رفاية بتوصل بس يعني انت لو فاكر فيه او هتاخد في البلد ان كورة الدم البيضة ديامة بتاعتها سبعة يعني يمشي بس فيها كورة الدم كده الكورات بتاعت الدم تمشي في طبوره واربعة ده فيها لوبريجر وبيتساعد على الديفيوجن من الجدار بتاعتها فيها تتكون من ثلاث حاجات نحن قلنا هنا ثلاثية اندوسيليم اللي هو سيمبيلس كونسي بسيليم على بيزا اللامنة رقم 2 بيزا لكنها رقم 3 بيريسايت البيريسايت سنعرفها دلوقتي يبقى هنا فيه ثلاث حاجات اندوسيليم بيزا اللامنة بيريسايت اندوسيليم بيزا اللامنة يعني بيزا اللامنة طبقة قاعدية قاعدة علىها الاندوسيليم بيريسايت ايه يا البيريسايت هي خلية تحيط بالجدار الخارجي للأوعية دموية لو بصيت هنا كان فيه صورة لها اهي ادي البلوت فيزل الريد بلوت سيلز ماشي اهيه ودي اليوم النارو ادي السيمبلس كومس ابيسيليا ما هو ادي البيزل اللامن بتاعتها فوق هنا بلاقي فيه خلية اسمها بيري سايد هنا خلية بسميها ايه بيري سايد بيري سايد ارجع التاني مع بعض ايه بقى انواع البلوت كابيلرز لقينا برضو سلاسية كونتينيوس وفينستريتد وديس كونتينيوس تعالى نعرف يعني كونتينيوس كابيلرز يعني كابيلرز مقفولة تماما بحب شبهها زي الحلة الحلة اللي احنا بنطبخ فيها الحلة دي فيها اي فتحات غير الفتحة اللي انت بتحط فيها الاكل وتروح اقفلها بالغطى بتاعها دي بسميها على بعض ها كونتينيوس كابيلرز يبا هي تتكون من وان لير من الاندوسيليم تمام عليها بيزالامينة كونتينيوس الغطى بتاع الحلة دا البيزالامينة نقافل عليها واحد يقول لي طيب انا دلوقتي افلت طب هيحصل الديفيوجن ازاي وهو النيوتريشن ازاي طب هي ناحية البلد هتشيل ايه تشيل الاكسوجين والنيوتريشن تروح وموديها للتيشو طيب هتشيل بقى الويست بروداكت من التشو والكاربون دايكسايد من التشو وتوديها للبلد فهي راحة جاية فقابلائي هي ترانسبورت فيزيكيلز في البوس دايركشن هي فاوند في الكنيكتف تشو مصل موجودة في النيرفاس تشو في الجوناتز اللي هي الأعضاء التناسلية التلامس او السيمبلس كونس بيسيليم مع السيمبلس كونس بيسيليم مقفولين بتايد جونكشن اللي هي بتكون حاجة بنسميها بلاد برين بيريار اللي هو مرشح موجودة في المخ مع البلاد ودي موجودة بين السيمبلس كونس بيسيليم الهدف منها ايه انها مسؤولة على تكوين اه تماسق قوي مفيش اي فتحة موجودة في الكابيلرز تسمح بمرور حاجة غريبة للتيشوز وخصوصا للبرين والمنظر دا هو موجودة هو يعني بلاقي هنا دا السيمبلس كونس سيمبلس كونس بينهم تايد جونكشن تماسق قوي وادي البيزا اللامنا كونتينيوس اهي مفيش اي فتحات فهنا بلاقيها العملية مغلقة خالص بتسميها كونتينيوس شايف الفتحات الصغيرة دي اللي هي بتسميها فاجوسيتك فيزيكلز البلاد ماشي هنا شايل النيوتريشن فبيدي في الفيزيكل دي تمشي وده انها ماشية في الاندوسيليم وتطلع تدي التيشو هنا النيوتريشن طب اشيل من التيشو هنا الويست برودكت وترجع تاني للبلد طب فينستريتد يبقى وعيادة موية شعيرات موية فيها بورز فيها فتحات دي تتميز بقى ان هي ايه تعالى بص للصورة دي اهي شايف بقى هناك الاختلاف ما كانش موجود عندي الكلام دا هنا بقى فيها بتعاملة زي المصفة بقى هنا دي المصفة يبقى التانية كانت عاملة زي الحالة لا دي زي المصفة فبلاقي هنا في بورز في الاندوسيليم اهو فتحات الفتحات دي حجمها يسمح بمرور الماكرو مولوكولز يبقى هنا بتسمح بمرور الماكرو مولوكولز زي الهورمونز زي البروتين زي الفات فكل ده انا عايز فيها ومقفولة بالدايفراجم يعني مش مفتوحة كده بحل يلقى ده عليها غشاء رقيق وده بيساعد على للفليوود وخصوصا الماكرو مولوكولز فعشان كده بلاقي موجودة في جي اي تي عشان بعمل للبروتين لليبيد لحاجات كتير في الاندوكراين بطلع هورمونز في الرينا بعمل لحاجات تانية يبقى اي ده فيها فتحات يبقى ده فينسترين تعالى بقى الديسكنتينيوس معايا بص معايا للصورة دية اهي شايف ديسكنتينيوس هنا في جيوب بقى جيب كبيرة هو فتحة كبيرة مسافات كبيرة يعني ده الكنتينيوس اهو طايت جونكشن انبتوين هنا في بورز اهي فتحات ده البري سايت قاعدة اي هنا البري سايت اهي وادي هنا في 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 الساينسويدل اللي هي بنسميها بقى هنا اه تتميز بايه ان هي في فراغات كبيرة اه اه الريجولار ثين ازلي كولابس دول الول بتاعها اه بيتطبق بسهولة فيها اندوسيليا معاها فاجو سيتيكسيلز اه اه الول في جابز زي ما شفناها في الصورة بين الخلايا وبعضها البعض والبيزة اللامنة انكمبيلت او ابسنت يعني ايه البيزة اللامنة انكمبيلت او ابسنت نرجع للصورة التانية دي شايف هنا البيزة اللامنة هيه اللي هي الزرقة دي كنتينيوس هنا برضو كنتينيوس هنا شوف متقطعها هي شايف الفراغات الكبيرة دي الله طب انا عايز بقى الكلام ده ليه شايف الفرحة دي ممكن تسمح بمرور السيلز بقى تسمح بمرور السيلز فبلاقها في اللي سبيلين عشان هكسر الريد بلاد سيلز فلازم اصدخلها للتوشو بتاعت اللي سبيلين موجودة في الليفر برضو هتزاعد على تكسير السيلز موجودة في الاندوكراين جيلاند موجودة في البون مارو لان هنا ده المصنع بتاع البلد فانا عايز انقل اي خلايا من البلد تكونت فيه النخاع تخش الدم تاني فلازم بقى فيه فتحات يبقى ده التلاتة السلسية بتاعتي كنتينيوس فينيستريتد ديس كنتينيوس او سيناسويدل يبقى ده التلاتة بتوع الكابالرز يبقى هنا تذكر معايا الشابطر ده بسلسية عندي ارتريز عندي فينز عندي كابالرز في جينر استراكشار تونيكا انتما تونيكا ميديا تونيكا ادفينتيشيا وكل واحدة منهم بسلسية بتتكوى منها طيب الاسبيشالايزد ميديام صايز ارتري فيه تلات حاجات اخدناهم بازيل الارتري كوروناري ارتري امبلايكا الارتري الكابالرز فيه سلسية من كابالرز كنتينيوس ديس كنتينيوس اند فينيستريتد يبقى ده احنا كده الشابطر ده قلناه طبعا هنا بالفانكشن البلاد كابالرز انها بتساعد على البسج للوكسوجين كاربون دايكسايد بتطلع فازو كونستريكتر وفازو بايليتر وميتوتك ايجنت بتساعد على الديفيجن وعلى اللعب دور فيه اه غلق الاواية الدموية او فتح الاواية الدموية اه بتعمل استوريج وبسج اوفز بلاد element فلتريشن اوفز بلاد باي فاجو سايتوزيس سانكيو فيري ماتش جود يير واتمنى لكو التوفيق ولادي والله ربنا